بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أو بكرة بالكثير راح تعلن أبل عن نظام iOS 14.5 أو راح ينزل نظام iOS 14.5 لكل الناس وفي هذا الإصدار أضافت أبل تقريبا 25 ميزة جديدة راح أستعرضها معكم في هذا الفيديو فقبل ندخل في التفاصيل أتمنى أنكم تعطوا لايك لهذا الفيديو ونصيحة أنكم تحثون لهذا الإصدار لأنه أبل حلت أغلب المشاكل اللي كانت موجودة في إصدارات نظام iOS 14 السابقة فنصيحتي لكل الناس أنكم تحدثون أول ما ينزل التحديد واللي متوقع اليوم الأثنين أو بالكثير على يوم الثلاثة أول ميزة أضافوها واللي راح نستفيد منها بشكل يومي خصوصا لو كان عندك ساعة أبل أنه الآن تقدر تفتح جهازك عن طريق بصمة الوجه وانت لابس الماسك لو كانت عندك ساعة أبل فعشان تفعل هذه الميزة كله عليك أنك تروح للإعدادات وبعدين تروح للفيس آي دي ورمز الدخول تدخل الرقم السري لجهازك وبعدين تنزل تحت وتفعل فتح القفل باستخدام الأبل واتش فإذا فعلت هذا الخيار كله عليك الآن أنك أنت تروح إلى تطبيق الساعة تدخل عليه وبعدين تروح على رمز الدخول وتتأكد أنك أنت مفعل ميزة خيارك تشاف المعصم وبالتالي الآن حتى وانت لابس الكمام راح تقدر أنك أنت تفتح جهاز الآيفون طبعا ما راح يفتح بكل الزوائع مثلا وجهزك على الطاولة وانت من تلابس كمام راح يفتح الجهاز لكن وانت لابس كمام الأفضل أنه جهازك يكون مقابل الوجه عساس أنه تشتغل معك هذه الميزة بالشكل الصحيح الميزة الثانية أنه لو أنت لبس ساعة أبل وما أدخلت الرقم السري لساعة أبل فمجرد الآن أنك أنت تجي تفتح جهازك فعلى طول راح يجيك إشعار ويقول لك أنه تم فتح القفل للساعة مثل ما احنا شايفين الآن يقول يتم فتح القفل في الأعلى الميزة الثالثة أنهم أضافوا في هذا الإصدار 217 إموجي جديدة فلو نلاحظ بالأعلى في بعض الرموز الجديدة مثل علامة القلب اللي عليه بعض الباندجز وفيه برضو علامة القلب اللي مولى نار وفيه أضافوا بعض أوجه الرجال وهم ملتحين أضافوا ميزة الإبرة وأيضا عدلوا من الإموجي الخاص بالأيربوت ماكس وعدلوا بعض الإموجي اللي ما حب أني أذكرها الميزة الرابعة أنه الآن تقدر أنك تفاعل 5G على كل الشريحتين في السابق لو كان عندك شريحتين أو مفاعل شريحة عادية وشريحة إلكترونية ما كنت تقدر تفاعل 5G لكن الآن تقدر تفاعل 5G على كل الشريحتين فكل عليك تدخل على الإعدادات وبعدين خلوي فالآن تدخل على الصوت والبيانات وتقدر تفاعل 5G حتى وإنت عندك شريحتين الميزة الخامسة أنه الآن لو جيت دخلت على التذكيرات وبغطت على ثلاث نقاط اللي موجودة في الزاوية اللي فوق فتقدر أنك أنت تعمل فرز بحسب تاريخ الاستحقاق تاريخ الإنشاء الأولوية أو العنوان الميزة السادسة أنه الآن لو جيت أيضا وبغطت على ثلاث نقاط اللي موجودة فوق فالآن بإمكانك أنك أنت تطبعها فلو ضغطت على الطباعة فالآن راح تقدر أنك أنت تطبع التذكيرات فالسابق ما كانت تقدر أنك أنت تطبعها وفي تطبيق البودكاست أضافت أبل ثلاث مميزات في هذا التحديد فالآن لو جيت ضغط على علامة البحث فالآن راح يرتب لك البودكاست في كاتيغوريز أو في قوائم فعلى سبيل المثال لو أنا مهتم بالأخبار أدخل على نيوز فالآن راح تظهر لكل البودكاست اللي مهتمة بالنيوز طريقة البحث هذه كانت موجودة في الأبل الميوزيك والأبل تيفي الآن أضافوها في خدمة البودكاست وأيضا الميزة اللي أضافوها أنه الآن لو جيت دخلت على المكتبة فالآن بإمكانك تحرير القوائم اللي موجودة في المكتبة فلو ضغطت على تحرير في الأعلى وبعدين اخترت تحرير المكتبة فعلى سبيل المثال بإمكاني إخفاء كل هذه البرامج والمحفوظة والتنزيلات فلو ضغطت على تنم راح تختفي لو حبيت نرجحها مرة ثانية نضغط على تحرير تحرير المكتبة وفعلها بالشكل هذا وراح تظهر لي وأيضا نضافو ميزة أنه لو رحت الآن لإستماع الآن ونزلت تحت فرح تظهر كل البودكاست اللي أنت مشترك فيها هذا موجود من أول لكن الآن تقدر ممكن تتشغلها من هذه القائمة فلو ضغطت على التشغيل فرح تشغل الآن لو حبيت أدخل وعرف معلومات أكثر عن البودكاست اللي أنا أسمع الميزة العاشرة وهم أضافوا ميزة الصراحة أنك ننتظرها من زمان أنه الآن تقدر تطلب من سري أنها تشغلك الموسيقى في أي مشغل فأول مرة تجي تطلب منها أنك تشغل موسيقى راح تطيك كل البرامج اللي موجودة عندك وتشغل الموسيقى مثل يوتيوب ميوزيك سبوتيفاي وغيرها فأنا عملتها مرة تطبيق الموسيقى اللي أنا أستخدمها هو اليوتيوب وميوزيك فالآن لما أجي أقول لها play music فالآن على طول راح يشغل لي تطبيق الموسيقى مثل ما احنا شايفين الآن الميزة الحداشرة أنه تم دعم الأيرتاج في هذا الإستار فلو دخلت على تطبيق العثور على أو find my ودخلت على الأغراض فالآن راح تقدر أنك تتبع أغراضك اليومية لما يكون عندك الأيرتاج وانت نمعرفه وفي هنا إضافة غرض عساس أنك أنت اتعرف الأغراض اللي راح تحط معها الأيرتاج اللي حاب يعرف أكثر عن الأيرتاج في فيديو أنا عملته يضطيت فيه أهم عشر معلومات لازم تعرفها لو حبيت أنك أنت تشتري الأيرتاج لكن أضافوا ميزة مهمة وهذه ضروري أنكم منتم تتأقدون أنها انفعلة فلو رحت على أنا فراح تحصل هنا تنبيهات السلامة الخاصة بالقرض فأنا نصيحة أنك تفعلها عشان تتجنب أنه أحد يجي يحط الأيرتاج في سيارتك وإنت ما تدري أنه يتبعك ويعرف أماكن تواجدك فلازم تفعل هذا الخيار عشان يجيك اشعار لو أحد حط أيرتاج ما هي خاصة فيك راح يجيك اشعار أنه في أيرتاج ستمشي معاك فتعرف أنه في أحد أنه يتبعك فنصيحتي أنكم تفعلون هذا الخيار الميزة 12 أنه الآن لو جد دخلت على الإعدادات وبعدين دخلت على سيري وبعدين دخلت على صوت سيري فالآن تم إزالة الأصوات في السابق كان فيه صوت ذكر وصوت أنثى فالآن فيه أربع أصوات تقدر تختار ما بينها وفي السابق كان لما أنت تيجي تعمل إعدادات في الجهاز فكان الصوت الستاندرد هو صوت أنثى الآن راح يخيرك وانت تعمل إعدادات الأولية للجهاز وش الصوت اللي حاب أنك أنت تختار الميزة 13 أنه تم دعم يد البلاي ستيشن 5 هو الإصدار الأخير من الإكس بوكس في هذا الإصدار فلو كنت تتلعب ألعاب عن طريق يد البلاي ستيشن أو الإكس بوكس فالآن تم دعم الإصدارات الأخيرة من أيدي التحكم في إصدار iOS 14.5 الميزة الأربع طعش واللي زعلت الناس من أبل أنه الآن لو جيد دخلت على إعدادات وبعدين دخلت على الخصوصية فرح تحصل خيار جديد اسمه التتبوى فنصيحتي أنك تقفل هذا الخيار طبعا هذا كانت مثلا الفيسبوك تستفيد منه أنه لو أنت جيت مثلا شفت مثلا على الإنستغرام فندق وأعجبك الفندق هذا فلو جيد دخلت على الفيسبوك راح تحصل إعلانات عن هذا الفندق والعكس صحيح فأول كانت التطبيقات تتبع تحركاتك فالآن بإمكانك أنك تعطل هذا الخيار وحتى لو أنت جيت فعلتها لبعض التطبيقات راح تبدأ توصلك إسعارات بشكل دائم يقولك ثلاث تطبيق هذا يتتبعك فأنت تحب أنك تتفعل ولا لا فطبعا هذه الميزة زعلت فيسبوك وجوجل وغيرها من الشركات اللي كانت تتبع المستخدمين فنصيحتي أنك أنت تقفل هذا الخيار وفي تطبيق الاختصارات أضافت أبل ثلاث اختصارات جديدة فالآن لو جيت دخلت على تطبيق الاختصارات بإمكانك الآن إضافة اختصار لقفل الاتجاه ففي السابق مثلا لو جيت أنت رحت إلى مركز التحكم كانت تقدر أنك تتقدر انك تتطبع أو انك تدخل فالآن بإمكانك اللي كانت انت تفعل هذا عن طريق تطبيق الاختصارات أو تضيفها إلى أي اختصار التي تترضى الاختصار الثاني هو التقاط لقطة الشاشة مع ل 힘� التطبيق الاختصارات وهذه المئة المهمة عندما إلخ tiste ثانيا unless dish the source تعيش ما lead ما بينهم. فعلى سبيل المثال البيانات الخلوية عسلس ان انك انت تفعلها لازم تروح لإعجادات وبعدين خلوي وبعدين تدخلها الرقم وبعدين تفعل الفور جي او الفايف جي. تقدر الان انك انت تضيف اختصار مجرد انك تضغط عليه راح يفعلك الفور جي او الفايف جي وممكن نتكلم عنها في فيديو منفصل لكن المهم انه فيه ثلاث اختصارات جديدة في تطبيق الاختصارات الميزة الثمنطعش انه الان بامكانك انك انت تقول لسيري انها تكلم ارقام الطوارئ اللي انت معرفها على جوالك. فلو دخلت على طبيق صحتي تقدر انك انت تعرف ارقام طوارئ مثل ارقام احد الاقارب ان الجوال يتصل فيه في حالة الطوارئ. فلان تقدر تفعل عن طريق سيري. فعلى سبيل المثال الان call emergency فراح تظهر لي مثل هذه الشاشة فالان انا بلغيها عشان ما تكلم احد من الاقارب في هذا الوقت الميزة التساطعش انه الان لو جيت دخلت على الاعدادات وبعدين دخلت على حسابك من الاعلى وبعدين دخلت على الاي كلاود فالان لو نزل تحت فراح تحصل خيار جديد للابل واتش فالان راح يعمل باكب او نسخة احتياطية من اعدادات الابل واتش على الاي كلاود بامكانك انك انت تلغي او تفعله في السابق ما كان موجود وكان يعمل باكب بشكل تلقايا الان بامكانك انك انت تلغي او تفعله الميزة العشرين انه الان لو جيت انت دخلت على تطبيق الترجمة فعلى سبيل المثال انا بدخل هنا مثلا good morning فالان بقول له انه يترجمها لي فالان بيترجمها فالان بيمكني تشغيلها بضغط على زر التشغيل هذا لكن لو الان انا جيت استمرات بضغط عليه فالان بيمكني التحكم بالسرعة طبعا هي مفيدة انه لو انت تترجم مثلا مقالة كاملة وحبيت انه يشغلها لك بسرعة او انه يبطل لك السرعة فتقدر الان انك انت تتحكم فيها وفي نظام الايو اس 14 اضافت ابل ميزتين مهمة للسفاري فالان لو جيت دخلت على الاعدادات وبعد ان دخلت على سفاري فالان لو جيت انت نزلت تحت فرح تحصل خيار جديد اسمه قياس الاعلانات مع الحفاظ على الخصوصية ففي السابق كان اول لما انت تجي تدخل على اي صفحة وتحصل فيها اعلان وتضغط على الاعلان كان تعرف مثلا جوجل انه انت تضغط على هذا الاعلان فرح تبدأ تعرف انه الشخص الفلاني اللي داخل بحسابه هذا مهتم بهذه الدعاية فرح يبدون يعني يتواصلون معك اساس انك انت تبدأ تشتري لكن ابل قفلت هذا الخيار فالان لو انت في السابق كانت عندك معلومات تقدر انك انت تمسحها عن طريق مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع او انك انت تروح الى متقدم وفي بيانات موقع الويب ومن هنا راح تحصل هنا البيانات وتقدر انك انت تمسحها فلو انا لو ضغطت على تحرير اقدر اني امسح كل المواقع اللي كانت تحتفظ ببيانات الضغط على الدعايات اللي كانت تظهر لي لكن ايضا اضافه ميزة مهمة ففيه هنا تحذير موقع احتيالي هذه موجودة من زمان لكن اللي اضافه شي جديد فيها انه في السابق كانت ابل تعتمد على جوجل فلو جيت انت دخلت على موقع والموقع هذا كان احتيالي فراح يجيك الشعار يقولك انه هذا الموقع موقع احتيالي فالسابق كانت ابل تجي تشفر الرابط عن جوجل فجوجل فقط يجيها انه انت دخلت على الرابط هذا او كان يجيها انه اي شخص دخل على الرابط هذا لكن كانت تعرف الاي بي حقك فجوجل ذكية تعرف من الاي بي انه هذا فلان اللي مضموط بحسابه دخل على الموقع فالان لا ابل راح تحط سيرفر بينها وبين جوجل بحيث انه انت لما تجي تخرج الموقع راح يمر بفنات السيرفر حق ابل وبعدين منه يروح لجوجل فجوجل ما راح تعرف من الشخص اللي دخل على هذا الموقع من الايفون فهذه طريقة لحماية خصوصيتك زيادة انه حتى جوجل ما تعرف المواقع اللي انت داخل عليها حتى لو كان الموقع احتيالي فالسابق كانت تعرف الاي بي ادرس حقك الان ما تقدر انها تعرفها الميزة الثالثة والعشرين ما اقدر اوضحها لكم لكن الان لو جتك مكالمة تقدر انك انت ترد عن طريق سيري فتقول لسيري انسر the call ولا رد على المكالمة وراح يرد عليها بدون انت ما تمسك جهازك الميزة الاخيرة فلو كان عندك الايفون 11 بيكون موديلاتها المختلفة ففي خيار جديد اسمه اعادة معايرة البطارية فلو دخلت على البطارية من الاعدادات وبعدين دخلت على حالة البطارية فممكن تظهر لك مثل هذه الرسالة اللي يقول لك نظام تقرير حالة البطارية يعيد معايرة الحد الاقصى للقدرة واقصى قدر الاداء قد تستغرق هذه العملية بضعة اسابيع فبعد اسابيع من تحديثك وبعد معايرة البطارية اذا كان عندك الايفون 11 فممكن ان يظهر لك مثل هذه الرسالة انه نظام تقرير حالة البطارية يعيد معايرة الحد الاقصى للقدرة المهم أنه في النهاية كاتب لك لا يمكن التوصية بإجراء صيانة في وقت الحالي فمعناه بطاريتك تشتغل بشكل سليم والحد الأقصى للقدرة راح يظهر لك بشكل أدق من السابق لكن لو كان في مشكلة في البطارية فهنا راح ينصحك يقول يمكنك تبديل البطارية مجانا لدى أحد مزودي الخدمة فهذا لو كان عندك آيفون 11 بكل موديلاته المختلفة ما تنفع على الموديلات الأقدم من الآيفون 11 ولا راح تظهر لك لو كان عندك الآيفون 12 في النهاية هذه أهم 25 ميزة جديدة في نظام iOS 14.5 طبعا فيه تحديثات لخرائط أبل وفيه تحديثات لخدمة الأبل ميوزيك بصراحة ما ذكرتها لأنه قليل اللي يستخدم خرائط أبل أو خدمة أبل ميوزيك عندنا لكن فيها أيضا إضافات كثيرة أنا ما ذكرتها لكن تم إصلاح الكثير من المشاكل كان في مشاكل في البلوتوث خصوص هذا كان عندك إيربوت وتتنقل ما بين أجهزتك فتم حل المشكلة أيضا فيه تحديث مهم للمودم فإن شاء الله أنه مشكلة ضعف الشبكة اللي يعاني منها البعض إن شاء الله أنها نحلت وهذا تقريبا آخر تحديث مهم لنظام iOS 14 وبعد شهرين في شهر 6 راح تعلن أبل عن نظام iOS 15 وراح ينزل لنا في شهر 9 أو شهر سبتمبر بشكل رسمي فهذا التحديث هو تقريبا آخر تحديث راح يضيف مميزات لنظام iOS 14 راح تزل كم تحديث هتوقعنا فقط لإصلاح بعض المشاكل لكن أنصحكم أنكم تحدثون لهذا التحديث لأنه تم إصلاح أغلب المشاكل موجودة في نظام iOS 14 بالإضافة إلى أن أضاف العديد من المزايا اللي تكلمت عنها في هذا الفيديو آسف لو أني طولت عليكم لو كان عندكم أي شؤال أو استفسار يلي تكتبونه تحت في خانة التعليقات أو تسألون على حسابي في السناب وإذا أنت استمرت إلى حد النهاية أتمنى أنك تشترك بالقناة لو ما اشتركت إلى الحين يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادر